موسيقى 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 حياكم الله عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج دوان الصحافة اللي من خلاله نغوم بغراءة أبرز عنوين الصحف الصادرة ليوم الثلاثة صحف الثلاثة ركزت تركيز كبير على تصريحات وزير الإعلام والناطق الرسم باسم الحكومة الشيخ محمد العبدالله الذي ذكر أن الحكومة ستحضر جلسة اليوم وأن الحكومة ستنظر بتعديل الدوائر عاجلا أم آجلا هذا التصريح كان محط اهتمام كل الصحف أما الخبر الثاني ركزت وأجمعت صحفنا المحلية تقريبا لأول مرة تجمع بتوقعاتها بأن الجلسة يوم الثلاثة ستكون يعني غير مكتملة النصاب ولن تعقد وسيضطر رئيس مجلس الأمة برفع هذا التوقع كان موجود تقريبا في أقلب أو جميع صحفنا المحلية ركزت على أنه أو أجمعت بأنه لن تعقد هذه الجلسة تقريبا هذه أهم خبرين موجودين في الصحف المحلية الصادر اليوم الثلاثة وهناك أخبار أخرى متفرقة رح نشوفها معكم أثناء قراءة الصحف اللي رح نروح لها الحين ونبدأ في جريدة الشاهد جريدة الشاهد تتوقع سيناريو اليوم بأن الحكومة أو الجلسة لن تعقد جلسة الثلاثة العنوان الرئيسي في جريدة الشاهد سيناريو جلسة اليوم لا نصاب والخرافي يرفعها للأسبوع المقبل هذا العنوان الرئيسي في جريدة الشاهد نواب لن يحضروا ليقينهم بأن الحكومة ستؤدي القسم ثم يصدر قرار الحل العبد الله الحكومة ستنظر تعديل الدوائر عاجلا أو آجلا ستحضر الجلسة بكامل أعضاؤها ثامر الجابر سفيرا بالخارجية وعبد الصمد لن أحضر الجلسة سبع مليارات تخسرها الكويت بسبب توقف المشاريع نتيجة شح السيولة وعجز التمويل نواب في الأغلبية يتبرؤون من وثيقة رفض تغيير الدوار الغواعد الشعبية ليست متحمسة لمغاطعة الانتخابات الإمارات ترفض دخول كويتي حدسي إلى دبي تأكيدا لما نشرته الشاهد والفضل من يهدد الاستغرار لا يستحق كرسي المجلس انتقد تهديدات الطبطباء والبراك بالنزول إلى الشارع عنوان الأخير في جريدة الشاهد الأغلبية فشلت في إرهاب الحكومة ومنعها من الذهاب للدستورية تهديدها بالنزول للشارع قبل بالرفض من كل الجهات هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة الشاهد ومثل ما شفته كان عنوان الرئيسي في جريدة الشاهد بأن سيناريو جلسة اليوم لن يكون مكتمل النصاب وسيرفعها الخرافي إلى الثلاثة المقبل نذهب معكم إلى جريدة الأنباء وجريدة الأنباء تجزم بأن الانتخابات المقبلة ستتغير الدوائر بشكل كبير وبشكل جذري العنوان الرئيسي في جريدة الأنباء الانتخابات بالنظام الحالي هذا العنوان الرئيسي في جريدة الأنباء بعد إجماع الخبراء الدستوريين على إمكانية الطعن فيها ومجلس الوزراء ناغش التخصيص الكويتيون شركاء حقيقيون في الثروة الوطنية ثامر الجابر إلى الخارجية بدرجة سفير اعتماد الحسابات الختامية لجهات حكومية ومؤسسات مستغلة عدم أداء الحكومة القسم أمام مجلس 2009 لا ينتج عنه أي أثر دستوري وعنوان آخر في جريدة الأنباء تضاءل فرص انعقاد جلسة اليوم اعتذار عبدالصمد والعمير عن عدم حضور رسمياً والزلزلة يؤكد عدم اكتمال النصاب حتى في الجلسة المغبلة مزيد المجلس سقط بإرادة أميرية وشعبية ويجب الإسراع في حل مجلس 2009 وفق الأطر الدستورية والعودة إلى الشعب ليقول كلمته الكهرباء انشاء أربع وحدات في الصبية والزور الجنوبية بغدرة 900 ميجاواط بانتظار بت المناقصات والخبر الأخير في جريدة الأنباء جاسم بارك الكويت تطالب بحل جميع غضاياها مع لراق تحت مضلة الأمم المتحدة هذه تقريباً أبرز عنوين جريدة الأنباء ومثل ما شفتوا جريدة الأنباء تقول لانتخابات بالنظام الحالي نذهب معكم إلى جريدة القبس زم شاهدين وجريدة القبس تضع أربع يعني أمور تعيق إنعقاد جلسة الثلاثة العنوان الرئيسي في جريدة القبس أربع أسباب تعيق التئام مجلس 2009 هذا العنوان الرئيسي في جريدة القبس نصاب اليوم عند حاجز الثلاثة وعشرين دستورية الدوائر إلى الغانونية الوزارية ومجلس الوزراء اعتمد الحسابات الختامية براءة الجوهل من سب بروميا والخبر الأخير في جريدة القبس الإمارات جمعية الإصلاح تطالب بالإفراج عن أعضاؤها هذه أهم أخبار جريدة القبس مثل ما شفتوا عزام شاهدين جريدة القبس اليوم عنوان الرئيسي أربع يعني معوقات تعيق التئام مجلس 2009 نذهب معكم إلى جريدة القويتية وجريدة القويتية اليوم تركز على تصريحات وزير الإعلام الذي ذكر أن مجلس الوزراء أو الحكومة ستناقش تعديل الدوائر عاجلا أم آجلا العنوان الرئيسي في جريدة القويتية تعديل الدوائر عاجلا هذا العنوان الرئيسي في جريدة القويتية جلسة بلا نواب ثلاثون قاطعوا وأربعة تذروا وسبعة لم يحددوا موقفهم العبد الله سننظر تعديل الدوائر طال الزمن أم قصر الزلزلة لن تنعقد بسبب المقاطعة والحل في الحل هايف الأغلبية لن تحذر وموقفنا واضح من مجلس 2009 التيار التقدمي رفض قاطع لمخطط السلطة عنوان آخر في جريدة الكويتية العبيدي ربط الصيدليات بالمستودعات الطبية رسميا الجابر سفيرا في الرياض تعددت الأسماء والكيف واحد المركزية تجه لزيادة الجزاءات المالية على البنوك هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة الكويتية كم تنظر تعديل الدوائر عاجلا أم آجلا نذهب إلى جريدة النهار جريدة النهار أيضا ركزت على تصريحات وزير الإعلام محمد العبدالله العنوان الرئيسي في جريدة النهار العبدالله جلست اليوم ستمر بخير ولم نبحث تعديل الدوائر الانتخابية هذا العنوان الرئيسي في جريدة النهار نواب الموالاة قرروا عدم الحضور للسماح للدستورية بحسم الدوائر وزير الإعلام لا نواب كويتين في الشبكة الإرهابية الإماراتية انقطاع الكهرباء طبق رئيسي على موائد رميتية ثامر الجابر بدرجة سفير براءة الجواهل من سب وقذ برمية وألقاء سجنه ولي الأهد استغرار العراق يسهم في تعزيز أمن المنطقة الحكيم بغداد مهيئة لتكون حليفا قويا للكويت والعنوان الأخير في جريدة النهار الفيلي عدم دستورية الخمس دوائر يرجع بنا إلى الخمسة وعشرين هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة النهار هذا كل ما في صحفنا المحلية الصادرة اليوم الثلاثة ومثلما شفتوا أعزائي مشاهدين كان التركيز كبير على تصريحات وزير الإعلام محمد العبدالله الذكر بأن الحكومة ستنظر تعديل الدوائر عاجلا أم آجلا إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أن تكونوا قضيتم معنا وقت ممتع وإلى اللغة في حلقات قادمة ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة